فيما تنير القنابل العقودية سماء غوطة دمشق تنطفئ قناديل العلم بالمدارس المشادة هناك جراء القصف الأسدي عليها مدرية التربية والتعليم بالريف الدمشقي علقت دوام مدارس الغوطة لأجل غير مسمى حفظا لأرواح طلابهم وذلك بسبة القصف الأسدي الذي طالما اعتاد قصف مدارسهم وما مدرسة يلدى ولا دير العصافير عن ذلك ببعيد ومحاولا أن يطفئ بقذائفه نور الحياة بقلوب أهالي تلك المنطقة الذين تساءل أهلها من حق أطفالنا التعليم كسائر الأطفال وإلى متى سيبقى العالم صامتا إذا إجرام ليس كالإجرام في مناطق ينشئ العالم بها هدنا ليست كالهدن ما أدري إن كان هذا الطفل صاحب هذه المحفظة حي سيعود ليتفقد محفظته ودفاتره وكتبه يا أباء وأمهات العالم أطفالنا كأطفالكم من حقهم أن يعيشوا من حقهم أن يتعلموا طائرات الأسد عودت استهداف الغوط اليوم بعشرات الغارات مستهدفة كل من دومة وعربين بالصواريخ والقذائف المدفعية وفيما قصفت كل من سقبة وحمورية بالصواريخ العقودية على مرء من العالم وسماع طال القصف أيضا بلدتا مديرا وحرستا التي دارت بهما اشتباكات عنيفة وفيما كانت حصيلة غارات الأسد قرابة العشرة شهداء ومئة جريح كثر منهم بحالة خطرة أعلنت صفحات الأسد مقتل نائب رئيس إدارة المركبات في وقت شهدت فيه أيضا كل من جوبر وعين ترمى معارك عنيفة وذلك ضد ميليشيات إيران وميليشيات الأسد التي تسعى لاقتحاب جديد هناك العنوان الأبرز لمزرة مدينة الأتارب والتي رح ضحيتها أكثر من 50 مدني تقريبا في إحصائية أولية بين قتيل وجريح وضامن الهدنة يحرقها الطيران الروسي يرتكب هذه المزرة المروعة يبدو أن هذه رسالة من أطرف الروسي للمدنيين العزل بأنه إذا لم تتم الموافقة على العملية سياسية وفق ما تخطط له روسيا فأن الخيار الآخر هو القتل نبقى في الجنوب التي أفادت فيه معلومات عن حجد الأسد لقوات وميليشيات شيعية جديدة قرابة إزرع استعدادا لمعركة ستدور هناك معركة توضح أن الوجهة القادمة للأسد هي درعا وفيما ارتفعت حصيلة شهداء مجزرة الأتارب ريف حلب لقرابة السبعين شهيد طال القصف قريتي ربدة وعرفة بحماء كما وأفادت أنباء عن انشقاق طلال سلو لجهة تركيا وهو المتحدث الرسمي باسم قوات قصد تقلبات كثيرة تشهدها الجبهات السورية وفيما تثبت الوقاع عدم مصداقية الأسد وحلفائه بأية هدى توضح الوقاع أيضا بالنسبة للثوار حقيقة من قال بأنهم أكلوا يوم أكل الثور الأبيض لقناة الإخبارية علي تباب إسطنبول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر